الفكار يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجمالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم شاني يعل ولا يعلى وجل علوبه وصفاته كملت لا نقصاني سلطانه باق ويذقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطاني في كل شيء قد تكامل صنه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها أفعت بلا أركاني والريح تجري واسحه بأمره يحيي بها ما مات من بلداني هذا ومن آياته تلك التي حملت بلا رجل ولا بهتاني والكل جند للإله أما ترى جندا يقض مضافع الطغياني وإذا السماء تشاققت من هول ما وعد الإله بآخر الأزماني والأرض غير الأرض هذا يومها وجبالها نسكت أمام وياهني وتفاجرت فيها البحار بأمره هذا ووصف الواد بالقرآن والكل من بعد الممات مراتهم نحو الإله الواحد الدياني في ذلك اليوم العظيم نفوه سناء حشيراتها قد خابدوا المكراني من بعد مبعثهم حساب عادل يا ساد من فقلوا على الميزاني يا سادهم وجنان ربي فتحات يتقلبون بأنهم الرحمن قد أذلح الماضون في ركب الهدى وتحرروا من قضة الشيطان يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيماني يتفكرون بآي خالقنا التي نطقت وتدعونا إلى الإيماني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر